في كرة القدم هناك يكتبون التاريخ وهنا يتآمرون على كاتبه إبراهيح أهلا بك أبواندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابه الحلقة 804 يتنظر فيها الموندس عدلي بين من يصنعون التاريخ هناك ومن يتآمرون على كاتبه هنا خير الحياة سيد بريم أنا في حالة من السعادة والحصرة والدهشة السعادة بأن المونديال قدر يحط العرب في مكانة بشكل عام ومنظم البطولة قطر بشكل خاص في مكانة الكل ينظر الآن إلى الكرة العربية والقدرات العربية في التنظيم وإلى الكارتشر والثقافة العربية بنظرة مختلفة تعرفوا حقيقة على الثقافة العربية والإسلامية وشافوا هناك مهرجان هو كأس مهرجاني النكهة كوش العلم الصابيخة أستاذ إبراهيم كانت كلها بطعمة واحد ليه أنا البرازيل عندي مهرجانات في الشوارع بس برازيلية العلم مش موجود فيها كأس العلم المراضي العلم كله مندمج في مساحة مش واسعة ففي لحمة العلم كله مندمج مع بعض وفي حب ما فيش أي قضية أخلاقية لا سرقة ولا تحرش ولا مضايقة ولا سكر ولا ولا سكر ولا خروجه عن الناس مع وضع في الاعتبر المحاولة اليائسة الخبيثة أنه كان يستدرج هذا الكأس في تغذية شعارات يرفضها المجتمع العربي والأخلاقي بشكل عام وحصل ضغوطه ومضايقاته لكن انتصرت القيم العربية انتصرت حلو جدا وبعدين اللي خلت دنيا جميلة جدا الأداء للفرق العربية حتى أولاك الذين لم يحققوا الانتقال إلى مرحلة تالية اللي كسب بطل العلم الأرجنتين زي السعودية وانطلاقة غير مسبوقة بأداء مرعب زي المغرب حتى تونس ده طرفين النهاء مبارع خسرهم العرب تونس خسرت كسبة فرنسا وسعودية كسبة الأرجنتين حيث أقولك إذن الدنيا حلوة مهرجانية خدوا بإيد الكورة العربية سنوات كثيرة جدا واختزلنا المسافات واستطاع العلم أن يعترف بثقافة هذه المنطقة ترد بقى للحاصرة النادي الأهلي بدل ما الناس تفرح أنه حقه رجع له الذي أنتزع منه بمؤامرة والكل يشهد عليها بما فيهم وخلي بالك الاتحاد الدولي لم يكن بعيدا عن إحساسه بهذه الغلطة الشديدة التي ظلمت الأهلي والتي لخصها الكابتن الخطيب بمشهد ولا أروع ولا أصدق ولا أكثر تعبيرا واختصارا موجزا عبقريا من كلمة بيقولها الإنفانتين وبيقولها متسبي متسبي والاتنين يشعروا أن هما انفير مش فير كان لحصا مش فير طيب طيب أنا ليه زعلان القلق إيه أنك أنت مش بس أنك أنت فيه ناس مش طيقة أن حقك يجي لك لا بتتآمر على هذا الحقه أستاذ زبرين بخد مني عملية التلقيح أن المغرب بتصدر مشاكل وعايزة تأخذ الرجاء مكان الأهلي هذا غير حقيقي وغير لائحي وكل ما بنروح لجهة مسؤولة بتقول لنا هذا كلام مقفول وأختر الاتحاد المصري رسميا وأختر النادي الأهلي رسميا ويعلم هذا الكلام رسميا الاتحاد الإفريقي وما كان الاتحاد الدولي حيعطي المغرب هذا الحق إلى بعد الاتفاق على كل التفاصيل مش حيصين بحاجة تعمله مشكلة لأن لو فيه مشاكل كان من باب أولى يديها كان الإمارات والسعودية متقدمية فحين اللي بيغزي نفس الجيم اليائس البائس أنه اللي مش قادر عليك يصدر لك مشاكل ويستدعي هو بيوقعوا بيننا وبين جماهير المغرب والرجاء تحديدا عشان لما روح نلعب يبقى عندنا مشكلة مع هذه الجماهير ويجب أن نتنبأ دي تفاصيل مهمة عشان كده كانت هذه أبرز العنوين مقالي ومقاله أستك منه فيه الغربال من شر ما خلق وبعض متلسانه الدرس الأول مكرر والشموع الحمراء عن أحمد متحة يكن باشا لكن أسرار الملك عن قلب الدفاع الأبيض وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن عايز أقول لكم أنه ترجمة نانسي قنقر